اهلا طلابنا طلاب السادس العلمي للدورة الالكترونية بالمحاضرة رقم ستة من الفصل الثالث اخذنا محث صرف واليوم رح ناخذ الانشطة ما للمحث صرف بعض طلاب انا عندي اربع انشطة بهذا الفصل كم نشاط اربعة هسا رح اخذ اثنين ويه المحث ورح ناخذ اثنين ويه المتسعة اذا افتهمتوا نشاط واحد بس واحد اتوا تقدرون تحلون اربع انشطة لان اربعة نفس الخطة تمام اربعة شنو نفس الخطة ما الحل احنا اي نشاط اريد نكتبه لازم نكتب ادوات النشاط وبعد خطوات العمل وبعد الاستنتاج الاستنتاج اي نشاط اريد نكتبه لازم عدي ادوات ادوات النشاط ادوات النشاط وبعد خطوات العمل والاستنتاج طبعا الاستنتاج بهذا الانشطة موجود اوين عندنا موجود بالسؤال يعني شلون يعني بعض اشرح نشاط توضح فيه تأثير التردد على رادة الحث وهنا اشرح نشاط توضح فيه تأثير معامل الحث الذاتي على اليمن على رادة الحث زيان التردد ورادة الحث شنو التناسب؟ طردي طردي صح لو لا اذا هذا هو الاستنتاج بالتليه بانه انه رادة انه رادة منه الحث الاكس ال شبيه تتناسب عفية طرديا معامل مع التردد بثبوت معامل معامل الحث الذاتي اللي هو ال ال بثبوت معامل احنا شخص مو عندنا الاكس ال يساوي توضح تتناسب ويه ال اف بثبوت ال ال لو تتناسب ويه ال ال بثبوت ال ال حسب يعني حسب النشاط مال تتناسب النشاط هنا لمن انه رادة الحث انه رادة الحث اكس ال شبيهة تتناسب طرديا مع معامل الحث الذاتي اللي هو ال ال بثبوت بثبوت التردد اللي هو ال-F إذن هنا أنا كتبت الاستنتاج وانا بعدين كوش مكاتب من اللشاط ليش؟ لأن الاستنتاج هون موجود بالسؤال نفسه هو السؤال يقول ال-F التردد شنو تأثيره على ال-XL شنو تأثير مالتن؟ طردي وبينما لا أيضا شنو تأثير؟ طردي إذن الاستنتاج موجود نفسه وين؟ بالسؤال نجي يسأل الأدوات وللعمل الأدوات والعمل نجيبهن من الرسم موش من تفقين؟ الأدوات والعمل من نجيبهن؟ من الرسم زين من الرسم راح نجيب الأدوات والعمل والاستنتاج كاتبي خلاص النشاط أنا أعتبر هذا النشاط كله عبارة عن ترى خطوة وحدة شكام خطوة؟ وحدة وست راح تشوفون خلأ أبدي أرسل أحفظ الرسم وياي راح أربط طنسة اليمن على المحث نربط محث وهنا نربط أميتر هنا شو أميتر وهنا نربط بولت ميتر هنا نربط بولت ميتر ومفتاح ومذبذب كهرباء مفتاح ومذبذب كهرباء نعيد الرسم شو نجيب؟ محث محث نربط ويايمن وياي ميتر طبعاً لماكن ثابتة ميصر تتغيرون بيهن يعني هنا أميتر هنا ثابتة هذا فشي ثابت ميصر نغير به بعد هنا أنا مفتاح وهنا أنا مذبذب كهرباء دائماً خاف تنسون أخاف تنسون مذبذب الأميتر وفولت ميتر وغاً سايرات فوق مصدر الفولتية الفولت ميتر دائماً فوق مصدر البولتية بولت ميتر راح تقول لها شو الفرق بين النشاطة نظاثيات وشو نفس الرسم أنا أقولكم شو الفرق التردد هنا شو رائد من عدي تردد إذن أروح أغير التردد اللي هو المذبذب زين إذا طلب معامل الحفظ ذاتي إذن أروح أغير معامل الحفظ هذا الفرق بنواني إذا طلب من عندي تردد أروح أغير شنو؟ التردد إذا طلب من عندي معامل الحفظ ذاتي أروح أغير شنو؟ شون أغير التردد؟ أغير المذبذب أجيب مذبذب كهربائي متغير بينما هنا المذبذب مو متغير لعد بيدخال ساق من الحديد المطاوع لا تعرفون إدخال ساقي زيد النفوذية من الحشيهة زيد النفوذية إذن يتزداد عد الإهل تمام؟ تمام نعم؟ تمام يلا هسا نجي على اليمن على أدوات النشاط شو الأدوات النشاط؟ محث أولا محث أو تقلوا لهم ملف مهمة للمقاومة صح؟ ملف ما بمقاومة شي سموه؟ محث محث زيد محث بعد هنا شنو هذي؟ أميتر أميتر باب الشرجة قاعدين جهاز الأميتر بعد تلافة جهاز الفولت ميتر الفولت ميتر بعد مفتاح كهربائي أربع مفتاح كهربائي خمسة شنو؟ مذبذب كهربائي متغير أسلاك توصيل أسلاك توصيل أهم شيء أسلاك توصيل يلا هسنان شنو عدنا؟ أولا محث شنو بداخل هي؟ ساق من الحديد المطاوع زيد بعد ثالثا أميتر جهاز الأميتر رابعا جهاز الفولت ميتر بعد مفتاح كهربائي خمسة مفتاح كهربائي ستة مذبذب كهربائي ثابت مذبذب كهربائي ثابت سبعة أسلاك توصيل إذن الأدوات ما يجبتها؟ نرسم خطة العمل شنية؟ العمل الخطة الآتية أولا نربط ثانيا نغلق ثالثا نسولف هاي الخطة هاي الخطة هاي الخطة ثابتة بكل إنشطة الفصل الثالث نربط ونغلق ونسولف نربط ونغلق ونسولف أولا نربط ثانيا نغلق ثالثا نسولف 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 يلا نربط ثانيا نربط بعد أخلي أعلمكم شو تربطون بالبداية نربط المحيط على التوالي بعدين الدواخل على التوازي بالبداية نربط المحيط بعدين نرجع للدواخل تمام؟ بالبداية نربط المحيط على التوالي بعدين نرجع للدواخل على اليمن على التوازي يلا شلون بالله نقوم بربط المحث مع الأميتة مع المفتاح مع المذبذب الكهربائي على التوالي ثم نقوم بربط جهاز الفولتميتر على التوازي مع المحث تبغى؟ نعيد نقوم بربط المحث مع الأميتة مع المفتاح مع المذبذب الكهربائي على التوالي ثم نربط جهاز الفولتميتر على التوالي مع المحث بعد بعد مرة نقوم بربط المحث مع المفتاح مع المفتاح مع المفتاح مع المذبذب الكهربائي على التوالي ثم نربط جهاز الفولت ميتر على التوازي مع المحث عيده نقوم بربط المحث مع المذبذب الكهرباء على التوالي ثم نربط جهاز الفولت ميتر على التوازي مع المحث يلا نكتبه نقوم نربط كما في الشكل شون نربط حيث نربط المحث حيث نربط المحث مع الإيتر مع المفتاح مع منه؟ المفتاح الكهربائي مع المذبذب الكهربائي على اليمن على التوالي ثم نربط جهاز الفولت ميتر جهاز الفولت ميتر على التوازي مع المحث مع المحث ثانياً نغلق المفتاح في الدائرة أو نغلق مفتاح الدائرة يلا تعالوا عيدوا نربط هنا نربط كما في الشكل نفتح قوس ونسلف شلون رح نربط شلون رح نربط حيث نربط حيث نربط منو؟ المحل المحس مع الأميتر مع المفتاح المفتاح الكهربائي على اليمن على التوالي مو؟ مع المذبذب مع المذبذب الكهربائي على التوالي ثم نربط شنو؟ جهاز جهاز الفولت ميتر الفولت ميتر على التوازي مع المحف إذن نفس الحكي جاين عيدة ثانيا نغلق مفتاح الدائرة نغلق لأننا لا نستطيع نسلف إذا ما نغلق مفتاح الدائرة الدائرة الكهربائية نغلق مفتاح الدائرة الكهربائية على المود نقدر نسالب إذن لازم شنسوي نغلق المفتاح لازم شنسوي نغلق المفتاح السباق العدوات مين جيبتها؟ دلرسم الربط مين جيبتها؟ نرسم الاستنتاج مين جيبتها؟ من السؤال إذن أنا الحديثة كل شي محافظ صح؟ لو لا الحديثة إحنا كل شي متعباني نبدع النشاط ليش؟ لأن كل إحنا لو من الرسم دا نجيبه؟ لو من السؤال دا نجيبه؟ حتى الاستنتاج جبناه من السؤال إذن بقد شنوه؟ نقطة واحدة اللي هي شنية؟ نسالف إذا عرفنا شلون نسالف انتهت الأربع عنشطة مرفصة الثالث بس نعرف شون نسالف يلا هسنا أنا شري التعفير شنو؟ التردد إذن أغير التردد إذا أراد تعفير معاملة حفظ ذاتي إذن شغير بس اسمعوني نقوم بزيادة المذبذب أي حركة وحدة نقوم بزيادة المذبذب أي زيادة التردد مع المحافظة على قراءة الفولت ميتر حفظ عليها نلاحظ نقصان في قراءة الأميتر نقصان فيه نقوم بزيادة المذبذب نقوم بزيادة المذبذب شون البنكين؟ تمام؟ نقوم بزيادة المذبذب أي زيادة التردد مع المحافظة مع المحافظة على قراءة جهاز الفولت نلاحظ نقصان فيه لذلك أقول مع المحافظة لازم أحافظ على قراءته. شلون؟ أزيدة تدريجياً على ما تقدر أحافظ عليها من على القراءة. يلا نقوم بزيادة المذبذة أي زيادة نقوم بزيادة أي زيادة مع المحافظة على قراءة. نلاحظ نقصان في قراءة لذلك تزداد رادة. دائماً لها المقصان. نقصان لذلك راح تزداد رادة الحال. تمام؟ يلا نقوم بإدخال ساق من الحديد المطاوع داخل جوف المحث تدريجياً مع المحافظة على قراءة الفولت نلاحظ نقصان في قراءة لذلك تزداد رادة الحال. خلاص. نقوم بإدخال ساق من الحديد المطاوع تدريجياً. نقوم بإدخال ساق من الحديد المطاوع تدريجياً. في جوف المحث مع المحافظة على قراءة. نلاحظ نقصان في قراءة لذلك تزداد. نقوم بزيادة المذبذب الكهربائي. أي زيادة التردد. أي زيادة شنو؟ مع المحافظة على قراءة منه؟ الفولت ميتر. نلاحظ نقصان. نلاحظ نقصان في قراءة الميتر. لذلك تزداد رادة الحث. باع باع هنا يمي. باع هنا. إحنا زيادنا. شبها رادة الحث؟ يعني شنو التناسب؟ هذا الاستنتاج. بس إحنا جبناه من فوق. يلا. نقوم بإدخال ساق من الحديد المطاوع تدريجياً داخل جوف المحث. مع المحافظة على قراءة الفولت ميتر. نلاحظ نقصان في قراءة الأميتر. لذلك تزداد رادة الحث. من الدخل ساق من الحديد المطاوع يعني شنو يزداد الأل؟ صح؟ من الدخل ساق من الحديد المطاوع يعني شنو يزداد عدي؟ الأل. زياد. ورادة الحث شبيهة؟ تزداد. إذا ازداد الأل، رادة الحث تزداد. يعني شنو التناسب؟ طردي. هذا الاستنتاج. تمام؟ تتناسب شنو؟ طردي. باعلي هنا أنا بقد فقرة واحدة صغيرة كلش. اللي هو في شيء اسمه الرسم البياني. تذكرون بعملية شحن المتسعة وتفريغ المتسعة. ويا الاستنتاج نرسم رسم بياني. إن أنا همات بي رسم بياني. فاضح؟ ويا الاستنتاج نرسمه. يعني هذا ما رسمه اللي هو يقول لا ترسموه بدون ما يقول. بعض. النشاط بين من وبين من هذي؟ بين ال-X-L وال-F. صح؟ بثبوت ال-L. زياد. وهذا النشاط بين من وبين من؟ بين ال-X-L وال-L. بثبوت. بثبوت ال-F. زياد. شنو التناسب؟ خلوا بالكم يمي. شنو التناسب؟ طردي. شنو التناسب؟ طردي. الطردي يعني نرسمه على شكل خط مستقيم. طرح؟ طردي شون رسم يكون؟ على شكل خط مستقيم. الطردي شلون رسم يكون؟ على شكل خط مستقيم. هاكم ملاحظة. الطردي يرسم على شكل خط مستقيم. بينما العكسي. العكسي يرسم على شكل منحني. طردي. متاسك؟ على شكل شنو منحني. لذلكEuroN organization ever'll show you multiplied by any goodเสالES seriams. الق simulator force, فضو salud Стيل. طردي العكسي يرسم على شكل شنو منحني. من حني كما تتناسب؟ في فضوح dinner. م Lalmiки, مرد، ما يحدث نظار convenلاقة أبداية الفطالة الإبداية؟ دائرة. بيها شغلتين رئيسيات بس. ولا هذا ذان شي لا نستغني عنا عادي. ما يؤثر على الدائرة. هو مقياس. وهذا نستغني عنا عادي. ما يؤثر على الدائرة. واضح؟ احنا شغلتين الاساسيات اللي بالدائرة هوية لو محث لو مذذبب. فقالي لو اغير المذبذب. لو اغير المحث. واحد من عندهم. عرفتي؟ يعني هناني لو اغير هاد لو اغير هاد. يعني ما يصر انه هوية ناسب ويا واحد ماية ناسب ويا ثمين. يعني ما راح تطلع عادي قراءة الصحيحة. ما راح احصل على النتائج الصحيحة. اذا غيرت هذا وغيرت هذا ما راح احصل على النتيجة صحيحة. راضح؟ فانا اغير بس واحد من عندهم. تمام؟ هذا من نسبة للانشطة اللي خاصة بالمحث. اذا حفظتوهن واذا افتهمتوهن يعني انتو ضامنين اربع انشطة للفصل الثالف. فقد ما هنه سهلات الانشطة شفتوهن سهلات. فقد ما هنه سهلات شنوش يكونن؟ مهمات. اريدكم ويايا خمس دقائق ويايا عا السريع. باعوا. ويايا عا السريع. هاذ. احشوا. هاذ. هذا هذا شنو؟ وهاذ. 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 هاذ. هاذ. متغير. متغير. وهاذ شنو؟ اسلاب توصيل. تعال ربطه اولا. مع المفتاح مع المذبذب الكهربائي على التوالي. ثم نربط جهاز الفولت ميتر على التوازي. مع المحث. نغلق. نسولف. تعال سولفه. نقوم بزيادة. أي زيادة. مع المحافظة. نلاحظ نقصان في قراءة. لذلك تزداد. شنو التناسب؟ شنو التناسب؟ يلا نجي لينا. ها والرسم مات على شكل. والعباس. والعباس. هذا لازم يرسم. تمام؟ لاحظ لاحظ تقول لي بالمتحان. هاذ نرسم له ما نرسمه. راح اقول لي شنو؟ لا ترسمي. راح اقول ليش لا ترسمي. على موت شنو؟ ما ترسمي. على موت. أنا قصيت. على موت ذكري بالمتحان وزاري. تمام؟ يلا. هاذ. على السريع. محاف. داخلي. وهاذ. هاذ. 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 ثابت. ثابت. ونرى شنو؟ يلا العمل. اولا نربط كما. حيث نربط. مع المفتاح. مع المفتاح. مع المفتاح. مع المفتاح. مع المفتاح. ثانيا. نغلق المفتاح في الدائرة. ثالثا سولة. نقوم بادخال ساق. من الحديد المطاوع. تدريجيا. تدريجيا. تدري. داخل جوف المحل. مع المحافظة على. نلاحظ نقصان. لذلك. شنو التناسب. وشون نرسم الرسم البياني. خاطر مستقيم. هاي يسموها الدائرة الكهربائية. هاي يسموها الرسم البياني. فاضح؟ دائرة الكهربائية. والرسم البياني. الهنانة تنتهي محاضرته. خدنا بيها الأنشطة فقط. نلتقي المحاضرة الجاية بيش بشرح المتسعة صرف. اشتركوا في القناة.